اشتركوا في القناة السعودية تستعد لطرح مرشحها على مقعد رئيس الاتحاد القاري خلفان لابن همام اهلا بكم يبدأ غدا الاربعاء السعودي عصام سحباني مهامه في مقر الاتحاد الاسيويكا ولموظف سعودي متفرغ في مقر الاتحاد القاري في كولا لنبورو سينضم سحباني في مقر الاتحاد اللعبة الاسيوي الى ادارة التطوير الرياضي مسؤولا عن غرب اسيا وهي الادارة المعنية بكل تفاصيل تطوير الدوريات الاسيوية والادارة الرياضية في الدول الاعضاء ومن كولا لنبورو عبر اسكايبل تحيقوا بنا الان عصام سحباني مسؤول التطوير في غرب القارة الاسيوية في اتحاد القارة من هناك من كولا لنبور عصام أهلا بك معنا شكرا لحضورك أولا أهنأك على هذا المنصب أو خليني أقول هذا المركز الذي تشغله الآن في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كيف سارت الأمور كيف وصلت إلى هناك وأصبحت أول سعودي موظف متفرغ في الاتحاد الاسيوي للعبة لكرة القدم أول شي أشكركم أخوي بالتالع على الاستضافة وأحب أرحب السادة المشاهدين والمشاهدات وإن شاء الله سعيدة للجميع إن شاء الله بداية التواصل كانت تقريبا قبل ثلاثة شهور أثناء فترة دراسة الماجستير في ليفربول نعم عن طريق برنامج الأمير نواف كان في تواصل من إدارة التطوير في الاتحاد الاسيوي كان عندهم رغم أن يألت حق في الإدارة بعد ما شكت الرغبة هذه توصلت مع الأخوان في الرابطة الأخ محمد النويصر والأخ حافظ المدلج كان فيه استشارات وتوصيات بعدها الحمد يعني كان فيه دعم كبير من الرابطة وإن شاء الله بإذن الله أعزي ما قلت قبل شوي إنه ثاني يوم من السنة الجديدة إن شاء الله يكونه أول يوم مباشرة بإذن الله نعم أرجو لك التوفيق عسام أنت عرفت في رابطة دور المحترفين السعودية ثم انتقلت إلى الآن كموظف متفرغ أول موظف متفرغ سعودي في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم خلينا أسألك الرابطة كان لها دور في انتقالك أو المسؤولين السعوديين بشكل عام أو أنه العرض أو التفاهم كان بينك وبين المسؤولين الاسيوي مباشرة لا بالعكس يا أخوي بالتالي أنا اشتغلت من بداية الرابطة تقريباً عام 2009 الأخوان في الرابطة يعني الماغوة أقول أسامي أترك أسامي بالخص يعني الأخ محمد الميصر الأخ حافظ المدلج كانوا دائماً يعني يحاولون أن يرسلوا الاتحاد الاسوي في الدورات وهو الشرق اللي يسوونه في الاتحاد الاسوي جميل أنا انعرفت يعني كنت في البداية المسؤول عن الملف الاسوي فمن هنا بدأ التواصل مع الاتحاد الاسوي والشيء الثاني أنه برنامج الأمير نواف لتطوير الكوادر يعني نحن فرصة كبيرة أن الاتحاد الاسوي يقبل فيه جميل أنك تكون حثمار برنامج التطوير الإداري المحلي والآن أنت في الاتحاد الاسوي طيب عيسام يعني ما رح نقول أرقام هذه الشؤونك الخاصة لكن أنا أعرف بمصادر خاصة أنه يعني عقدك في الرابط الدوري المحترفين أعلى بالنصف من أو بالنصف زيادة من عقدك الآن في الاتحاد الاسوي لماذا قبلت أن تكون في كوالي لنبورو بهذا العقد اللي خلنا أقول أقل من عقدك في السعودية والله أخوي بالتالي أنا أعتقد أن المال شيء مهم لكن أعتقد في نفس الوقت أنه فيه أشياء أكثر أهمية أنا بالنسبة لي أطلع للخبرة أطلع للتجربة أطلع لتمثيل الشباب السعودي في الاتحاد القاري يعني أول ما يعني في خيال زياراتنا السابقة كانوا يقولون أن الشباب السعوديين كسالة يعني بصراحة لكن إن شاء الله نحاول نغير الفكرة هذه وإن شاء الله أنه يعني يعني التجربة هذه تعود بالفائد على الرياضة السعودية يعني أنا زي ما قلت لك يعني ما راح أستفق الأحداث لكن أنا أطلع للخبرة والتجربة بإذن الله أعتقد أيضا عصام أنت أول خليجي موجود كموظف متفرغ في الاتحاد القاري والله أنا ما أبغى أفتي صراحة لكن لكن يعني الاتحاد القاري بصراحة يعني زي بعيد أول شيء المسافة بعيدة عن الدول الخليج ثاني شيء المحفزات جدا سيئة يعني صراحة نتكلم عن المحفزات المالية الوظيفية أكيد المحفزات المالية أكيد أكيد طيب يعني ليش تحديدا أنت الآن في مسؤول التطوير في غرب القارة ليش ما كنت مثلا في إدارة ثانية كما كنت مثلا في رابطة المحترفية في نفس التخصص والله يا بالتالي أنت أكيد تعرف الفريق المهمات الخاصة اللي يقوم بجولات تفتيش على جميع الدول نعم هذا الفريق يعني أنا سميها البوليس لأنه عندها قوانين عندها إجراءات عندها أنظمة ويمشي عليها بالحرف الواحد يعني هم يخذونها من الكتاب وبالتالي يعطونك النقاط وعلى ضو هذه النقاط أنت تكسب المقاعد دارة التطوير يعني أنا أشوف نفسي فيها أكثر هي نفس الفكرة بالضبط فيها فريق خاص لكن الفريق الخاص هذا أنا سميه الأطباء أو المستشفى جميل بحيث أنه الدول اللي عندها نواقص أو عندها ضعف في أماكن معينة نحن فريق المهمات الخاصة يعني نزورهم ونقدم خارط الطريق أو الرشدة اللي يمشون عليها جميل أنا كنت أشوف نفسي أكثر في الإدارة بحكم أنه تخصصي في البكالوريس كان هندسة صناعية وبعدها في الماجستير كان إدارة أعمال رياضية نعم فأنا أشوف نفسي أكثر في التطوير فمن هنا كان الاطلاقة طيب ما قدمت يعني المؤسسة الرياضية السعودية يعني سوارعة شباب سوال التحاد السعودية لكرة القدم سواء الرابطة المحترفين ما قدمت لك أي مغريات للذهاب إلى هناك يعني أقصد بما أنك تشكو من الوضع الوظيفي المالي هناك في لا 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 أتكلم أنه مثلا ما كان تحتفظ بوظيفتك في الرابطة وتذهب أيضا بالتالي أنا ما أشكر بأول شيء على أول شيء ثاني شيء أنا متأكد يعني راح يكون فيه دعم لكن أنا ما راح أطلب الدعم بدون ما أقدم نفسي يعني بدون ما أقدم نفسي ما راح أطلب الدعم ثاني شيء أنا درست على حساب الرابطة وبرنامج اللي هي النواف اشتغلت سنتين في الرابطة اكتسبت خبرة كثيرة انضميت لأكثر يعني خلالي نقول الكونفرنس أو اللي حول العالم يعني كان لتجارب في الوركشوب وكذا فهذا كله من خلال دعم الرابطة يعني أنا حاليا ما أشكو أي شيء لكن أنا زي ما قلتك يعني أنت زي ما ذكرت في البداية لأن المحفزات في الاتحاد الأسوية ضعيفة وضئيلة لكن هذا الشيء إن شاء الله ما يكون معاق على الشراب بإذن الله أرجو لك التوفيق كما نتابع اللاعبين السعوديين المحترفين في الخارج أيضا أنت لاعب مهم الآن ومحترف لكن في الإدارة الرياضية شكرا جزيلا أصام سحباني مسؤول تطوير في غرب القارة الأسوية هو أول موظف سعودي أو الأول سعودي متفرغ كموظف الاتحاد الأسوية لكرة القدم سيباشر يوم الأربعة واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا المشاركة في خليجي 21 في البحرين الجمعة الأخضر أجرى تمرينه اليوم الأثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بمتابعة من أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم واجتمل تدريباتها على بعض الجمل الفنية والتكتيكية سيعقد المدير الفني المنتخب فرانك ريكارد مؤتمر صحفيا غدا الأربعة بعد انتهاء التمرين مباشرة يلعب المنتخب السعودي في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن أولا كاسة الخليج ديسة بتحدي كاسة الخليج محطة من المحطات التي وضعت لإعداد المنتخب وبالتالي أنا أعتقد أن المنتخب وعدت قبل دورة الخليج هناك مشاركات ومشاركات جيدة خلال أيام الفيفا وآخر المشاركات كانت أمام المنتخب الأرجنتيني لكن المشاركة الآن في دورة الخليج مشاركة مختلفة خاصة وأن دورة الخليج واحدة من المسابقات التي نسعى دائما وأبدا إلى تحقيق إنجاز فيها كلنا على قلب واحد مثل العائلة كل واحد يساعد الثاني شيء الثاني ينصح الثاني أما بالنسبة لدورة الخليج بالعكس نحن مستعدين لها كلاعبين ومدربين وجهاز إداري إن شاء الله نكون عند حسن نظن الجمهور السعودية الغربة سيتواقع أننا من ناس ما كانت مهتمة لها حين في دورة الخليج الناس كلها تسعى لها إن شاء الله نكون عند حسن الظن وزي ما قلت لك إحنا هدفنا للبطولة المعسكرة على أكمل وجه دائما نتشايف حماس وروح وإن شاء الله بإذن الله أن نخش البطولة هذه بأكمل استعداد إن شاء الله بإذن الله عزبين على البطولة هذه الكل شايف تمرين هذه على أكمل موج مع كابتن ريكارد وإن شاء الله بإذن الله نظهر مشرف بإذن الله نحن في الله ياسر قحطان يمكنه السعود كاريري وإسام المولد هم اللي حقوا البطولة الخليجية لكن إن شاء الله فرصتنا أننا كلعيبا أننا نحق البطولة هذه وهذه وقفتنا لولا نتابع بعدها في المرمى وفيه الفتح قصة كفاح النموذجية يرويها أحد كتابها الباريزين والسعودية تستعد لطرح اسم مرشحها لرئاسة الاتحاد الاسيوي خلفا لابن همامبا